السلام عليكم في البلاد ولسي ما في طوبى وما حولها ظاهرة غريبة ومؤسفة في آل واحد وتتمثل هذه الظاهرة في صبية أو شبان يجرحون أنفسهم أو غيرهم بسبب تعافي أمور تدفعهم إلى ذلك وغالبا ما يصل الأمر إلى إزهاق روح كما حدث داخل المدينة قبل أقل من أسبوع والغريب أن هذه الأمور فيما يبدو لا تحدث إلا أثناء اجتماعات الذكر أيها علقة المؤمنون هذه الظاهرة الغريبة يجب مواجهتها قبل استفحال أمرها ولكل من أولياء أمور الأولاد ومنظم اجتماعات الذكر ومسؤول الأمن دور في مواجهتها فأولياء الأمور يجب أن يسهروا على تربية أولادهم ومراقبة تصرفاتهم ومعرفة رفقائهم ومنظم اجتماعات الذكر عليهم أن يمنعوا فيها هذه التصرفات وأن يسارعوا بإختار مسؤول الأمن عند الحاجة وهذه الظاهرة وأمثالها إنما تدخل فيما نددنا به مرارا من أعلى هذا المنبر وهو الاستهانة بالنفس البشرية التي أمر الله بحفظها وحذر من الاعتداء عليها الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء أيها الأخوة المؤمنون إن الله قد حذر من قتل النفس دون وجي حق في مواطن متعددة من القرآن الكريم وبيّن أن الجزاء الذي يستحقه من يرتكب هذه الجريمة أن يلعنه الله ويغضب عليه ويعذبه عذابا خالدا في النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وبيّن أن قتل نفس واحدة بغير حق بمثابة قتل جميع الناس وأن الحفاظ على حياة شخص واحد في حكم الحفاظ على حياة جميع الناس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فلنحفظ للنفس البشرية حرمتها ولنحرص على الحفاظ عليها للوقوف أمام من يتهاون بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب وفتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يالله وصلب بنا نحجر شد وفنا الزلال وطرد لنا الجن والشيطان يالله وكملان كل ما ننحو ونقصده وحب لنا كل ما نختاوي يالله وحب لنا كل ذي سعب وذي حرن ويسيرا كل ذي تأصير يالله وحب لنا عمرا صحيح لنا بدنا وحب لنا الرشد والتوفيق يالله ولطف بنا وقونا وكن لنا وحب لنا حسن الختام ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطوى علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ونسلم تسليم وإلى صلاتكم والحمد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة